الحياة حتى تعلق الأطفال بالأهل وبمناسبة اختبارات الناشئين شفنا الأسبوع اللي فات لقطة طفل رايح اختبارات النادي الإسماعيلي بفنلة النادي الأهل طفل جاي من مينة النصر في الده أهلية لابس الفنلة الحمر رايح اختبارات النادي الإسماعيلي لأنه الرجل أهلاوي وأسرته أهلاوية كريم محمد عبد الوهاب أو محمود عبد الوهاب الرجل فرد الأمن في الإسماعيلي يتعامل معه بغلزة وخلاه يقلعها والحقيقة حتى كابتن حسن عبد الرب ومسؤول النادي الإسماعيل اتدايقه جدا من اللقطة واعتذروا للولد وقسرته وانا كتبت وقتها وطالبت خالد بيبو الراجل قال الولد يجي بكرة يختبر في النادي الأهل ورحب به الكابتن خالد بيبو وتخطى كريم الاختبارات الأولية هو وأخوه وبكرة الجمعة عندهم الاختبار التاني في النادي الأهل وترحب به وترحب بكل الناشئين ألاف موجودين اللي لابس أزرق واللي لابس أخضر واللي لابس أصفر في النهاية حتى لو لابس فانيلا بيضة في النهاية نحن نتكلم على أطفال يا جماعة بالمناسبة مش في مصر بس بر مصر في فلسطين وتحديدا في غزة طفل أهلاوي لابس فانيلا تزمالك فسألوه انت لابس فانيلا تزمالك هفكركم بيها لأنه كمان ربطة حب الأهل يجمعنا للصديق أسامة عمر تدخلت بشكل لطيف هي الأخرى مع هذا الطفل شوفوه بس هو بفانيلا تزمالك الولد قالك ياريت عندي فانيلا تزمالك طب انت لابس فانيلا تزمالك ليه قال له جديتي هي اللي جابتها الواضح انه جديته مصرية فجابت له فانيلا تزمالك قال لهم بس ياريت يكون عندي فانيلا تزمالك وسمع عمر والأصدقاء في ربطة حب الأهل المصري جمعنا في غزة تواصلوا مع هذا الطفل عمر فؤاد الحلبي وأهدو فانيلا تزمالك فانيلا تزمالك شوفوا فرحته بفانيلا تزمالك بفانيلا تزمالك هتلاقوا عدة صور له بفانيلا تزمالك فانيلا تزمالك وهو فرحان وسعيد هي دي القيمة يا جماعة هو دي قيمة الانتماء لكل الناس لأنديتها أنا بكلمكش ده على حكر عن نادي الأهل وبيعتبره نادي الأغلبية الكاسحة ولكن حتى كل الأندية لها جمهورها ولها أطفالها ولها محبيها يعني بإذن الله تبقى هي المسألة بس يعني ممكن هو الراجل يعني اللي عمل هذا التصارب ما كانش يقصد الغلزة ولا بتاع اللي كانت جايلي تختبر في الإسماعيل مش عايزهم مش عايزهم مش عايزهم مش عايزهم مش عايزهم لا أم مسؤول الإسماعيل نفسهم اعتذروا الولد على العمل وفرد الأمن هو أود التصرف بإدراك شخصي مش عايزين يكبر الأمور قوي لأنه يمكن عايز خايف عليه يحصل له أي مضايقات جوه خلينا ناخد الأمور ببساطة في الآخر هي رياضة وإذا كان الولد أهلاوي وجاء يختبر في النادي الأهلي ربما ضارة النفعة ويجد ضلته في أنه يلعب في النادي اللي بيحب اختبارات الأندية يا جماعة بتجمع كل أطياف الشعب ووافقاته فخلوكوا رحمين بالولاد جات سوى كتيرة في اختبارات الأهلي في فن الله زمانت بتقول صفرة وبين لا أنا عجبني صديقنا العزيز كابتن أسامة حسني تذكر فيديو وهو مستضيف طهر محمد طهر فطهر قال له وأنا عندي تسع سنين رحت اختبارات المقولين بفنلة الأهلي ورحبوا بيا وكانوا عارفين أن أنا أهلاوي بس رحت بالفنلة رحت باختبارات الآن هتلاقوا الولاد جايين من الأرياف ومن الأقاليم ممكن يكونوا عندوش إلا الفنلة اللي جاي بيها الحمرة دية ما تجبروش على حاجة وما تقلعوش الفنلة لأنك انت كده بتختاريخ خصوصيته بشكل مش مطيب وما طفل زي كده مش ممكن يكون جاي يستفزك يعني أهلا